اشتركوا في القناة هدف تحقيق استدامة للصناديق التقاعدية والانطلاق من بنية متينة وقوية تقف في وجه اي ظرف او طارئ صدر مرسوم بقانون بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والانظمة التقاعدية والتأمينية يؤكد على ضمان حق المواطن واستدامة هذا الحق وتحقيق كافة السبل لعيش كريم وملائم في مملكة البحرين الاصلاحات الطارئة اتت لتطوير الوضع العام للصناديق التقاعدية التي كانت بين مفترق طريق بين اصلاح تلك الصناديق لضمان استدامتها وبين نفاذ اصولها ليتم اختيار الطريق الصحيح الذي يطمن حق المستفيد ويحقق الاستقرار لجميع الاطراف التعادل والتوازن شرط اساسي في استمرار التنمية وتطوير الية عمل الصناديق التقاعدية وتأكيدا على اهمية التوازن اولت الحكومة الموقرة كل الاهتمام باصحاب المعاشات المحدودة من حيث مراعاتهم ودراسة خطوصية وضعهم الاقتصادي مملكة البحرين تقطع اشواطا كبيرة وتؤكد التزامها التام بان المواطن هو الاولوية من خلال تطوير الاليات وسن القوانين التي تحفظ مصالح المواطنين لسنوات قادمة للعيش باطمئنان واستقرار اقتصادي ترجمة نانسي قنقر